91 عاماً على التأسيس يحلق العراق برايته في الأجواء دفاعاً عن ثرى البلاد في 22 من نيسان من عام 1931 تأسست القوة الجوية العراقية حيث تعد الفرع الجوي للقوات المسلحة وأحد أهم صنوف الجيش العراقي وسطرت الكثير من الملاحم والبطولات خلال السنوات الماضية ولا تزال تمثل القوة الضاربة المسؤولة عن حماية سماء العراق وأرضه ومياهه ومراقبة حدوده الدولية وممتلكاته الوطنية من خلال عدد لا يستهن به من الطائرات المقاتلة متنوعة المصادر يشار إلى أن عدد الطائرات المقاتلة التي كان يمتلكه العراق في عام 88 بلغ 1050 طائرة لتصبح بذلك القوة الجوية العراقية إحدى أكبر القوى الجوية في المنطقة آنذاك إلا أنه سرعان ما تم تدمير جزء كبير منها إبان الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 استعراض جوي بهذه المناسبة للتعبير عن الاحتفاء ببطولة وشجاعة من سطروا قصص النجاح في هذا القطاع الأمني المهم للدولة وزير الدفاع أكد أهمية القوة الجوية كسلاح فعال ومهم ورئيس ويجب التركيز عليه حسب المصادر الرسمية فإن العراق يملك حاليا 24 طائرة F-16 و 16 طائرة من نوع سوخوي و 11 طائرة من نوع L-159 تصنيفات وقدرات المهام الجوية بمضمون الجيش العراقي جعلت سلسله الرابع وثلاثين عالميا بعد أن كان بمرتبة 57 أما عربيا فأصبح بالمرتبة الرابعة حديث يوثقه وزير الدفاع جمعناد مؤكدا أن تسلسل القوة الجوية العراقية بالنسبة للوطن العربي هو السادس سيرة حافلة للقوة الجوية العراقية إذن سيما مشاركتها في الكثير من الحروب العربية التي دافعت بها عن العرب وكانت لها صولات وانجولات وحققت نصرا في العراق على الإرهاب وما زالت ببطولة شجعانها تواجه أي خطر يمس بأمن بلاد الرافدين وشعبها